العرض الصحي بالجماعة الحضارية عين عودة تابعة لعملة صخيرات تمارا يتعزز بتدشين مركز لتصفية الدم موجه للتكفل بمرضى القصور الكلوي وتقريب الخدمة الصحية من المواطن هذا مركز اللي غدي وفروح للخدمات لصالح الساكينة بطاقة تناهز 24 سرير 20 سرير ماشي سهل بالنسبة للجهزة للتصفية دي الكلي مشروع اللي كان بمشاركة دي المجلس الاقليمي ودي الامارات نتمنى إن شاء الله استمرار هذه الأعمال الإنسانية التي تدعم الناس المعوزين في المملكة المغربية مع المملكة المغربية الشغيرة نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع وسنلتقي إن شاء الله دائما معكم على الخير والمحبة وتم إنجاز هذا المركز بكلفة إجمالية تفوق 11 مليون درهم وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومانح إمارتي والمجلس الإقليمي هذا المركز بسافة المواصفات الدولية مركز مجهز بآخر الأجهزة بآخر المؤدات والذي سيخول سكان مدينة عين عودة والمناطق المجاورة من الحصول على عرض صحي قريب بثاف من مقر السكندية لهم ويجتمل المركز بالخصوص على قاعة للانتظار وقاعتين للفحص وتقديم العلاج ثم قاعة مجهزة بأحدث التقنيات لمعالجة المياه وصيدليتين وكذا مرافق إدارية موسيقى